في الوقت ناخد حضراتكم نروح لمجموعة من الأخبار من بر مصر مجموعة كده من القصص والحواديث اللي بنستعرضها لحضراتكم يومين لكن في الأيام دي طبعا إحنا في العيد فهنتكلم عن احتفالات المسلمين في دول كثيرة هنبدأ من السنغال ونيجيريا وغيرها هنبدأ من نيجيريا هنعرفكم على عددهم وطقوسهم في عيد الأطحى زمان قبل انتشار فيروس كورونا المسلمين في نيجيريا بيبدأوا العيد بالصلاة في الساحات وسط الأدغال كمان وبعد كده بيخرجوا في مواكب اسمها مواكب الأمراء بيسموها موكب ديربار ودي عبارة عن موكب لعدد من الفرسان ركبين خيل مليانة بالزينة ومن هنا بتبدأ الناس تتفرج على استعراض الخيول الاستعراض ده كان بيفضل شغال لمدة ثلاثة أيام أول وتاني وتالت يوم العيد طب هو الخبر ده مش متكلم عن الأكل ليه؟ يعني هو معروف أن العيد أكل ليه بقى الخبر ده ما فيهوش أكل؟ طب بيأكلوا يعني طيب ده هما جايبين الصورة بس لك ده لسه لأ ده إحنا لسه معنا أخبار عن أكل كتير ما تقلقش طب وليس كده يعني فيه أكل كتير خلينا بس النوح الأول كمان من نيجيريا للسنغال يا شازلي ونشوف عيد الأضحى هناك في السنغال اسمه تاباسكي الشعب السنغالي بيعتبر عيد الأضحى من الأعياد الرسمية وبيحرص فيه المسلمين على اقتناء أفخر الملابس وبتكون فيه منافسة كده وهما بيشتروا الخروف العيد ما بينهم يعني وما بين بعض وطبعا بيستمتعوا بأجواء الروحانيات في عيد الأضحى المبارك يعني هما بيتنفسوا على الخروف يعني الخروف الكويس يعني ما قالوش بيعملوه ازاي لست ده هنعرفه فيه خبر جاي فيه أكل فيه جاي لا فيه أكل ما تخافش انت صايم فأه صايمين وعارفين العيد بتاعه طيب نروح دلوقتي لليمن هنتعرف على أكتر حاجة بتميز الشعب اليمني في عاداته وتقاليده في العيد في اليمن عندهم طقص في الأكل اسمه المدفون طبعا كلنا عارفين ولأن في بعض المطاعم هنا في مصر بتعمل أكلات يمنية دي طريقة شهية بيطبخوا فيها أو بيطبخوا بيها الخروف المدفون ده أن الوجبة اللي فيها لحمة بيتم دفنها وضعها في برميل وبتدفن في الرمال الساخنة عشان تكون نضجة بامتياز وبعد ما تطلع بقى من الرامل بيحط عليها العسل اليمني المميز مع خليط من الدقيق والبيض والسمن والأكلة دي بيسموها أكلة السبايا فهي وكده نفتحوا نفسينا الأكل لأنا عايزة أستنى لحد ما يخرجوا البرميل من الرامل ولو هم يحطوا بس شازلين عايزك تبطل تتكلم عن الأكلة لأننا لسه بدري أوي احنا هنفتر الساعة سابعة بالليل فلسه بدري أنا من عشاء الأكل المدفون أنا أحب قوي المندي منح خطير طبعا يعني وشكل الأكلة دي شكلها فضيع ولما فعلا انت كلت مندي كتير صح طبعا طبعا بس احنا ليه ما تكلمناش عن الفتة وتقوص الأكلة في مصر في مصر بتحب تاكل ايه في العيد ضاني طبعا يعني كل الناس بتحب الفتة والضاني والطرب يعني ما يمنعش برضو الطرب لسه كانت منها بتقول ان يكا بتلف طرب بارح وأجواءك ايه يعني بتاكل بقى أربعة طيام العيد كلها نحمة من الصبح وليل يعني احنا عندنا الفتار اصلا في يوم العيد ما بيبقاش فتار هو الفتار معروف ان انت بتصلي العيد وطبع بس شوية كده وأول ما تفتح عينك وتبتدي ها عايز تفتر انا بفتر كبدة الفتة الفتة عليها اللحظة كبدة كبدة والله صبح خليني اخذك بقى من اليمن ونروح للصين انتعرفين احنا الصين طبعا دايما بتبهرنا في هناك عدد من مسلمي الشعب الصيني بيعملوا طريقة مميزة جدا في الاحتفال بعيد القطحة المبارك عندهم طقس اسمه خطف الخروف ودي واحدة من اهم مراسم الاحتفال بالعيد زمان عندهم والطقس ده بيكون كالقاتي الشخص يركب حصان بتاعه ينطلق باقصى سرعة في اتجاه مجموعة من الخرفان عشان يلقط واحد منهم بسرعة وببرعة بدون ما يؤمن على ظاهر الحصان وبعد الفوز بالخروف بيتجمع الاسرة حوالين منه ويقرروا الادعية والقرآن وبعدها بيقوم عدد كبير من الاسرة او امام المسجد بدبح الخروف لازم يعني يفرهاده بعض لازم يفرهاده بعض جاري وبتاعه عارف انت بفكرني بالرياضة بتفكرني بالرياضة لو ركب خيل كده وقع صعب الهدف ايوا ايوا ونجاب الخروف بس هو فعلا هي السين لازم فعلا تبهرنا الموضوع كان سهل ممكن يروحوا بمجازر عادي خروف بس جدنا روح يشتري خروف يا عمو خلاص ونتبحوا ونتلمحوا حواليه كل حاجة اشتركوا في القناة